رح نعطيكم نبزة عن أبرز خلافات هانيش ما يطلل مع السفرة شو سببها؟ يوم تم تشكيلة حكومة تسريع الانهيار برئاسة حسان دياب كان هناك توجه لأطاء كل الوزراء جوازات سفر ديبلوماسية طبعا بتعرفوا أن وزراءنا على علاقة ممتازة بكل دول العالم وما بيهدوا سفر يعني بيضلوا طالعين نازلين ولكن عام يشبتكم بالجواز الديبلوماسية ما أنتوا على سوريا ما قادرين تطلعوا يعني بالسياسة على أبرز ما بتوصلوا أي دولة عم تستقبلكن أساسا لتعوزوا الباسبورت ديبلوماسي ماشي رح نعطيكم باسبورت ديبلوماسي يوم تعليمات الوزير والإجراءات المتبعة كانت صريحة بأنه على الوزراء كافة أن يحضروا إلى الخارجية ليبصموا ويوقعوا على جواز السفر وبيخدوا ولكن هانيش ما يطل حب أنه يبيض وجه ويتملق وزير الداخلية محمد فهمي وقال له ما في داعي تجي على الوزارة أنا بعمل لك الجواز وبيبعث لك ياه على اللبناني يعني مع أنه كل الوزارة كانوا عم بيجوا وهنا يوقع وهنا يبصموا رئيسة دائرة الأجانب بوزارة الخارجية الأنصل فرح الخطيب رفضت توقيع يومها على الجواز لأنه هناك مخالفة للإجراءات خصوصي من بعض صدور الجوازات البيومترية اللي تحتاج إلى بصمة أما مدير الشؤون السياسية بالوزارة السفير غادي خوري الذي تدبع له الأنصل فرح الخطيب كمان رفض يعني الفرح الخطيب والسفير يلي بيرأسها رفضه وأنه عم بيقوله ليجب يجي الوزير شخصيا أنت نعمل له هذا الجواز فبيقوم مش ما يطل لأنه كان ضير بعصدر وقال له معالي الوزير أنا ببعث لك الباسبور ما في داعي تتعزل بس لطبيض الوج بيقوم بالتوقيع عن الأنصل فرح الخطيب ويوقع أيضا عن مدير شؤون السياسية غادي خوري وبيبعث الباسبور للوزير طبعا هذا كله بعهد الوزير نصيف حتي يلي كان يمكن متعمد سياسة النقي بالنفس هذا التوقيع عن زملائه يعتبر تزوير وانتحال صفة وممارسة صلاحيات لم يكلفه فيها الأنون أما للوزير محمد فهمي وزير الدخلية يجوز يا سيد الوزير لست على علم بهذه الإجراءات ويمكن ما كان بدك يتخالف الأنون كرمالك ولكن هذا اللي صار فنتمنى على وزير الدخلية صح هذا الإجراء وهذا الخطأ لأنه الجواز السفر يلي بيحوزته يفتقد إلى القانونية الكافية هلأ الأحلى منها يعني كان أنه شميطلي بدو بيض ويجه مع الوزير صفة حيرجه هلأ نوعا بيخالف الأنون كرماله ويمكن ما طالب بسهو حابب يتملأ هلأ الأحلى منها أنه شميطلي بدأ بإجراءات انتقامية من الأنصر فرح الخطيب هذا غير أنه زور له انضاءة أو انتحل صفتها ومنع عنها كل الإجازات الإدارية وأنزل عقوبة بحق مدير عام الشؤون السياسية السفير غادي خوري من بعدها أنزل عقوبة بالسفير كنجل حجل يلي هو مدير الشؤون الإدارية والمالية بيقوم السفير كنجل حجل بيقضم طعن أمام هذه الشهورة الدولة بيقوم بيرجع هاني شميطلي بيركب له قضية فيها تزوير بيحول له قضيته إلى القضاء الجزائي وبيسربها لإعلام لتشويه سمعته بيرجع عنا السفير أميرا ظاهر يلي هي سفيرة لبنان بإيطاليا بلشت قصته معها بعدم الموافق على قلة على الإجازات يلي كانت تقدم فيها لزيارة بلدها وعيلتها بلبنان يعني تخيلوا أمين عام بيمنع عن زميلته يلي هي سفيرة ومطلوب بنا تمثل لبنان أنه تاخد إيجازة ومن دون وجه حق فقط لأنه الرجل يبدو من خلال كل ما تقدم بيحب أنه يمارس سلطة ونفوذ فبيقوم بخصم رواتبها ومنع عنا استحاقاتها المالية طبعا هي تقدمت بشكوى لمجلس الشورة الدولة وما في داعي نكفي لكم شو فيه بمجلس الشورة الدولة الموضوع الخطير أنه الرجل حول كل البريد لعنده وفتح مبنى أسماه الأمانة العامة لوزارة الخارجية وسحب عليها موظفين من باقي الإدارات من دون لا نصيف حطي ولا شرب الوهبة يتجروا أنهم يمنعوه هانيش ما يطل بيعتبر أنه هو أمين عام يعني لازم يكون فيه أمانة عامة بهاللحظة بنرجع لقانون نظام وزارة الخارجية بالمادة الثالثة إذا فينا نشوف الماددة الثالثة على الهواء الماددة الثالثة التي تحدد ما هي ويلي ما بتلحظ أي وجود أو ذكر لمديرية عامة أو أمانة عامة كما هو حب أنه يدد هذا الحديث موجه لمجلس الخدمة المدنية المتواطق مع هانيش ما يتل اللي نصرين مشموشي وهلأ جايين لنصرين مشموشي وتواطقها مع هانيش ما يتل المديرية الشؤون السياسية مدرية شؤون الاقتصادية مديرية المقتربين مديرية المراسم مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية الشؤون الإدارية والمالية مديرية مركز الاستشارات القانونية والأبحاث والتوسيع مدرية التفتيش مدرية الرموز أمانة المحفوظات الدوان ودائرة الصحافة خبرونا وين الأنون لحظ وجود لشيء اسمه أمانة عامة حلق على السيدة زانة عكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني ومؤخرا وزير الخارجية والمغتربين ما شاء الله على هذه العلقاب لازم تعرف أنه قبله كان في وزيرين نصيف حطي وشرب الوهبة ما كان الأمين العام عبرهم ولا عمل لهم حساب وفاتح وزارة على حسابه ورح نساعدك ونخبرك أنه التفتيش المركزي وهو الجهاز الرقابي المولج بممارسة الرقابة على الإدارات ومؤسسات الدولة كان رأيه صريحه بيقول أنه لا يحق لهانيش ما يطلع أن يعاقب زر